خبر أعتقد هو الخبر الهام الذي تتناوله كل وسائل الإعلام منذ الصباح منذ الصباح أعلن القصر باكينج هام بأن الملكة تحت الإشراف الطبي وأيضا منذ ساعات قليلة جدا أعلن قصر باكينج هام وفاة الملكة إليدابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يونهي 96 عام وطبعا زي ما أنتم عارفين أن الملكة طبعا توفيت من السن ومشاكل صحية وكانت اللقاء الأخير كان بينها وبين رئيسة الوزراء الجديدة المعينة والتي سلمتها الملكة التكليف برئاسة الوزراء وذلك قبل يومين وبالأمس كان لديها اجتماع ونصحها الأطباء بقلة أن ترتاح ويبدو أن اليوم كان هو اليوم الأخير لملكة بريطانيا وبريطانيا العظمى ملكة إليزابيث عن عمر 96 عام أعلن قصر باكينج هام أيضا بتشكيل بتنكيس كل الأعلام الموجودة زي ما أنتم عارفين وطبعا يتم تنكيس الأعلام الخاصة بالقصور الرئاسية ليس فقط في بريطانيا ولكن أيضا في نيوزلندا وأستراليا وكندا كان آخر ظهور للملكة طبعا وقت تعيين زي ما قلت لحضراتكم دي آخر صورة كانت تجمعها مع ليستراس رئيسة الوزراء في 6 سبتمبر الماضي وطبعا التقطت الصور التذكارية معها وأعتقد ستكون هذه آخر صور التذكارية رسمية في قصر بالمورال في طبعا سكوتلندا أنتم عارفين هذا القصر بالمورال بتذهب إليه الملكة في هذه الفترات فقط لأنها هو القصر الصيفي فأعتقد أنه وفقا للإجراءات والبروتوكول سيتم نقل جثمان الملكة إلى لندن لتبدأ بعد ذلك المراسم الخاصة الصورة الحية التي نشاهدها الآن على الشاشة هي صورة قصر باكنج هام طبعا القصر منذ إعلان قصر باكنج هام بأن الملكة تحت الإشراف الطبي وقبل حتى إعلان وفاة الملكة كان كل الناس موجودة وكانت الوكالات الأنباء والصحف وكل الناس كانت موجودة حتى السائحين المتواجدين في لندن أو يعني بالقرب من قصر باكنج هام كانوا موجودين أعتقد أن الأعداد تتزايد وستتزايد لحب الإنجليز للملكة الملكة هي حبيبة الإنجليز وهم يعلمون بأنها هي من تمسك بالاستقرار الملكة كان لها خطاب هام وقت بريكسيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت تطمئن الناس لأنها لاحظت بأن هناك اختلاف ما بين من يوافق ومن لا يوافق فخرجت في خطاب مهم زي ما انتم شايفين هذا بث مباشر لقصر باكنج هام بالس اللي بيقف عنده البريطانيين زي ما انتم شايفين وأعداد وطبعا احنا عارفين بأنه مع وفاة الملكة يتقلد الأمير تشارلز على طول المملكة ويصبح ملك بريطانيا وسيكون ولي العهد هو الأمير ويليام اللي هيكون طبعا أمير ويلز لأن هي دي طبقا للمراسم وطبقا للترتيبات الخاصة بيكون هو أمير ويلز فيستلم إمارة ويلز ويبقى هو ولي العهد